يسعد صباحكم من جديد مشاهدين نستكمل وإياكم مشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير والحديث عن قضية هامة جدا يعني منذ فترة بدأ الحديث عنها منذ ما يقارب الأسبوع تم كشفها عبر وسائل الإعلام وبين مد وجزر في هذه القضية بين مراقب مالي وقيم مالي بين وجود مستحقات ومديونية ونفي وتأكيد كل هذا يستوجب الوقوف على هذه المحطات وتوضيحها أكثر بشكل سريع لأسادة المشاهدين من خلال استضافة العديد من الجهات المختصة وذات الشأن نصديف هنا معنا في استوديو تلفزيون الفجر الجديد رئيس بلدية علارة سيد سفيان شديد وعضو هيئة تنفيذية لاتحاد البلديات يسعد صباحك الله يصبحك بالخير ولكم المشاهدين في المحافظة يعني إلى أين وصل الحديث حول تعيين مراقب مالي أو قيم مالي وهذا ما نريد استضاحه لنا وللسادة المشاهدين حقيقة يعني هنا يكمن بيت الكصيد هل هو مراكب مالي أم قيم مالي المراكب المالي له صلاحيات وله وظائف والقيم المالي له صلاحيات وله وظائف المراكب المالي يراكب فقط يعني يراكب ويرفع تقارير للجهة الرقابية التي عينته من أجل مراكبة على أعمال الهيئات المحلية ولكن هنا مراكب ولكن بثوب يعني هو قيم مسخل مراكب ولكن بثوب مراكب يعني من أول ما صدر القرار عن معالي وزير الحكم المحلي تم بعث رسالة لجميع البنوك في الوطن أنه هاي البلديات اللي تم تعيين مراكب بين قوسين مالي إلها تم إبلاغ البنوك بأنه لا تعتمد اللجنة المالية السابقة إلا بالتوقيع الجديد للمراكب المالي هنا يعني إحنا كاتحاد بلديات وكهيئات حكم محلي بفلسطين نرفض هذا القرار ولا نمنع الوزارة من عملها ومن كيامها بعمال التفتيش والركابة وهي عندها اللي هي دائرة التوجيه والركابة تكون بأعمالها ويعني تمارس النشاطها سيد سوفيان أليس من الضروري وما يستوجب أن يكون الاتفاق بين الجهات الرسمية خاصة البلدية الجهة الرسمية وأيضا الحكم المحلي جهة الرسمية أن يكون هناك وضوح وشفافية في تحديد المسميات وفي تحديد المهام يعني ألا يتبادر للذهن أنه معقول الحكم المحلي يقول مراقب مالي وهو في الحقيقة قيم نعم أنا أقول لك أنه يعني قبل أن نصل لهانا قبل ما نصل أن نعين مراقب مالي أو قيم مالي على وزير الحكم المحلي وحسب نص القانون أن يكون بتشكيل لجان أو لجني وتكون بدراسة بيانات هذه الهيئة ومستنداتها المالية وكل أمورها وترفع هذه اللجنة توصية لوزير الحكم المحلي توصي به بأنه بتعيين مراقب أو قيم على البلدي ولكن هنا وكما سمعنا وشاهدنا ورأينا من إخواننا في بعض البلديات أن التقارير التي قامت بها دوائر الرقابة كانت تشير بأن الأداء جيد إذن كيف تم ومن أين نشأت تعيين مراقب إذا كان أدائي بشير أني أنا جيد وتشهد لي أنت كوزير بأنه دوائر تشهد لي بأني أنا جيد فكيف تم يعني لكن سيد صفيان ليس بالضرورة إذا كان الأداء جيد ألا يكون هناك بعض الثغرات يعني من خلال حديث سيد محمد حسن جبرين وكيل وزارة الحكم المحلي ذكر يوم أمس وأثنى على الجهود التي تبدلها بلدية طول كرم على وجه التحديد وقال أن لا يعني تحديد أو تعيين مراقب أو بين قوسين تعريف كما ذكرت حضرتك قيم مالي هو تقليل من الجهود التي تبدلها البلدية لكن هناك كما ذكر بعض الثغرات التي يجب معالجتها كالديون وتزديد المستحقات الواجبة يعني 115 مليون شيقل 115 مليون شيقل هذه مستحقات الحكومة على البلدية هو أيضا ركز وقال أنه مستثنى من الديون اللي واجبة على المخيمات يعني معقول هناك في فواتير وهناك الشحن والدفع المسبق وأن يكون هناك ديون كما ذكر طبعا على حسب تعبيره تشكيل لجنة وزارية بعضوية رئاسة رئيس مجلس كطاع الكهرباء الدكتور عمر كتاني وعضوية وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية حسن علوي وكيل وزارة الأولى مجموعة من الوكلاء للدراسة ولبحث مسألة الديون وعمل التقاس والحمد لله نحن في بلدية اللار قطعنا شوط كبير والآن يعني الأمور منتهية ما بينهم الآن نحن نفحص هذه الديون هذه الديون على مين؟ سؤال يعني أنا في عدة اجتماعات والأخ أبو إياس والأخ مصر اللي هم مكلفين بموضوع الكهرباء تم طلب رسمي من الأخ أمر كتاني عدة مرات أن يقوموا بتركيب وحدة عددات للمخيمات من أجل نعرف كم يدخل على المخيمات من كهرباء بهذا الخصوص وهنا يعني أنا بقول لأخ أطوفة الوكيل حيث تحدث بالأمس أن تستثنى المخيمات من دفع فواتير كار وأنهم مستعدون على تسديد فواتير نفسها السؤال للحكومة ولأطوفة الوكيل من أين سيسدد من أين؟ من أموال الشعب الفلسطيني نحن لا نمانع ولا نعارض بأن تكون أي جهة في العالم يعني المشكلة المصدر المال بالنسبة إلى التسديد أم أن تحل المشكلة بس خلينا أكمل لك نحن لا نعارض بأن تكون الحكومة بإعفاء المخيمات من الكهرباء ولكن من أين الأموال؟ إذا كانت من الكيان الإسرائيلي يدفع هذا الكيان المختصب يدفع هذه الفواتير فنحن ليس لنا كمواطنين مانع وإذا كانت فيها جهة الأنوروة أو مجتمعات عالمية تدفع نحن نعترض ولكن الآن نحن ندفع الفطورة أنا كمواطن أدفع الدريبة لكي تعود دي الخدمات بالصحة والتعليم والأمن وجميع الخدمات الآن إسرائيل تقوم بأخذ هذه الضرائب وندفع نحن فطورة الكهرباء 60% من موازنة السلطة يذهب لغزي و30% يذهب رواتب و10% تذهب لغزي إذن أنا كمواطن كتاجر كدافع درائب بهذا الوطن ماذا يعود لي من وراء هذه الدرائب؟ سيد سفيان واضح ما يستشف من حديثك أن الاعتراض هو من أين ستدفع الأموال أو المستحقات اللي على المخيمات؟ هذا السؤال يوجه للدخولة وهي أدرة بحالها ومن أين ستكون هل اللاجئ الموجود في المخيم؟ هل اللاجئ الموجود في المخيم؟ وإن شاء الله نتمنى أنه هو أن يعود يختلف عن اللاجئ الموجود في دير لخصون ولا عدتيل ولا في علار ولا في أي مكان كلنا أبناء وطن واحد كلنا أبناء وطن واحد كل آياتنا نحن زي ما بينكسين بالهم شرقه صحيح إحنا الآن مطلوب من الجميع أنه فعلا هذا الموضوع أنه يتم دراسته ويتم بحثه بشكل معمك مع جميع فئات وكطاعات المجتمع الآن لما يسمع المواطن أو يسمع دافع الضرائب بأنه لن يعود له من هذه الضرائب أي خدمة لماذا أنا أدفع ضرائب؟ نعود لنقطة القيم والمراقب نعم يعني غريب جدا مبارح تم عرض من خلال أيضا زميل خالد بدير قام بإعداد حلقة وأيضا تقديمها عبر شاشة تلفزيون الفجر وسيد ناصر فقها كان حاضر بالإضافة إلى مقابلة حصرية كانت لوكيل وزارة الحكم المحلي يعني غريب أن يتم الحديث عن مراقب مالي في حين أنت تتحدث أنه هو قيم يعني قال السيد جبارين أن السيد إياد الجلاد كان قد طلب سابقا أثناء وجود لجنة معينة وليست منتخبة بوجود مراقب مالي واليوم جواب السيد إياد أنه إحنا لجنة منتخبة إذن الحديث ليس عن قيم الحديث عن مراقب مالي فهل يستوجب الوضوح أكثر تعريف أكثر حتى المواطن يعلم ويفرق ما بين القيم والمراقب بخصوص دائما رؤساء البلديات يطلبوا من دوائر التوجيه والرقاب ومن دوان الرقاب العام أن يحضروا ويفتشوا على بلدياتنا إيش طبيعي نحن نطلب دائما والجهات الرقبية علينا عديدة وكثيرة أولها المواطن وثانيها المزارة وثالثة دوان الرقاب العام والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين هم ركبين على أداء البلدية السؤال أن هذا القانون تم سنه في أواخر الـ 2008 بسبب خلاف حدث ما بين رئيس بلدية الخليل زهير العسائلي والأخ القواسم الرئيس وزير حكم المحلي وتم تمرير هذا القانون بأنه من حق الوزير إقالة أي مجلس بتنسيب من الوزير إلى مجلس الوزراء بإقالة أي مجلس منتخب ولآخره أربع فقرات تم تغييرها وإعطاء صلاحيات للوزير بأنه يقوم بتعيين مكيمين إذن أنا بتعيين مكيمين إذن الآن في مكيم للحكم المحلي ليس أنا كاعد؟ سؤال إذا أنا كل معاملة يريد أن يأشر عليها هذا المكيم هذا في حال ثبت أنه مكيم وليس مكيم؟ هو مكيم الآن نحن رحل للقضاء وسنة نضحض أنه ما بين مراكب المراكب له أعماله والمكيم له أعماله هو بين كوسين قيم وليس مراكب ونحن نرفض أن يكون علينا مكيمين مراكبين أهلا وسهلا في دائرة الحكم المحلي في دوان الركابة دوائر التفتيش كل من يريد أن يراكب علينا لا ضرر لا ضرر ومكاتبنا مفتوحة وسنسهل أعمال هذه اللجان ولكن نرفض أن نكون مكيمين المكيم له صلاحيات يلغي صلاحيات نحن هنا نتحدث وكيل وزارة أنه يوجد لنا 27 صلاحية تعيين القيم يلغي جميع صلاحياتنا ونكون نحن تابعين بينما نحن منتخبين نكون متابعين إلى مديرية الحكم المحلي وليس إدارات مستكلة كما نص عليها القانون أن الهيئات المحلية تعتبر هيئة مستكلة ماليا وإداريا في حال تم إصدار القرار أنه في الأيام القريبة القادمة سيتم تطبيقه على أرض الواقع بوجود مراقب مالي أو حسب ما بشكل على أرض الواقع أنتم الآن تتوجهون للمحاكم والقضاء لكن كاتحاد البلديات ما هي الخطوة التي ستعتقدونها والإجراءات التي بالفعل ستكون تعبيرية كردة فعل عن رفض أو ربما اعتراض على هذا القرارب غدا أن اجتماع في رمالله الساعة أربعة لاتحاد البلديات في فلسطين وسنناقش هذا الموضوع نعم وسنذهب إلى ونحن ملتزمون وكما قلنا سابقا نحن نعمل وفق القوانين وليس خارجين عن القانون نعمل ضمن أنظمة وقوانين معمول بها ونحترم كل القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي أو صدرت عن الرئاسة أو عن وزير الحكم المحلي أو مجلس الوزراء ولكن من حقنا أن نعترض نحن نعترض على هذا الإجراء ونقول أنه من حق الوزارة أن تراكب وأن تفتش وأن تبعث وأن تخرج بتقارير كنت أتمنى برح من عطفة الوكيل أن يقول هذا هو التقرير تقرير هيئة الرقابة ربما هذه الأوراق الثبوتية ستكون موجودة في ظل تواجدكم في القضاء والمحاكم نعمل أن تسر الأمور على ما يرام وأن يكون هناك بالفعل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى ولا نعترض على أن يكون هناك رقابة شخفية ووضوح دائما أبدا إذن الحديث يطول لكن الوقت يدهمنا سيد سفيان شديد عضو هيئة تنفيذية لاتحاد البلديات شكرا جزيلا لك وبالتأكيد نتواصل وإياكم في فقاراتنا المتنوعة بعد هذا الفاصل فانتظرونا